طيب علشان نحدد البوزيشن بتاع اي نقطة مثلا لو انا عندي النقطة دي اللي هي نقطة ايه وانا عايز احدد البوزيشن بتاعها في عندي اكتر من طريقة لتعريف البوزيشن الطريقة الاولى هي الطريقة الكارتزيان يعني اقول ان الايه دي بتبعد عن نقطة الوريجين اللي هي دي نقطة 0x و 0y مسافة rx في اتجاه محور x ومسافة ry في اتجاه محور y يبقى دي عبارة عن ايه الكارتزيان كوردنيتس النوع التاني اللي هو البولر كوردنيتس البولر ان انا بوصل خط من نقطة الوريجين للنقطة اللي انا عايز اوصفها وبعدين بقول النقطة دي على بعد r من الوريجين واتجاه الميل زاوية اسمها سيتا والسيتا دي اتجاه الاياس بتاعها بيكون من محور x ده كده محور x وفي الاتجاه البوزيتف اللي هو ده اللي هو يعتبر counterclockwise يبقى عرفنا كده السيتا بتتقاس ازاي يعني لو اللينك ده كان في وضع معين مثلا وليكن كده السيتا بتاعته هتبقى متقاسة من positive x اللي هي تبدأ من هنا ويلف في الغاية يلف طبعا counterclockwise لغاية ما يوصل ليه الفيكتور ففي الحالة دي هتكون هي دي السيتا يبقى دي الاول حاجة ايه بنتفق عليها كده علشان نبقى عارفين نوصف اي فيكتور ازاي طيب طبعا في علاقة بين الكارتيزيان كوردنيتز وبين البولر ان انا عندي الر ايه اللي هو يعتبر طول الفيكتور ده بيساوي الجزر التربيع الر ايكس تربيع زائد الر وي تربيع طبعا دي نظرية الفيساغورث كمان السيتا ممكن نربطها بالكارتيزيان كوردنيتز ان السيتا او تان سيتا بيساوي المقابل لها على المجاور المقابل اللي هو المسافة دي اللي هي تعتبر ر واي اللي هي دي والمجاور بتاعها اللي هو المسافة دي اللي هي ر ايكس فبالتالي التان سيتا بيساوي ر واي على ر ايكس فانا لو عايز اجيب السيتا هتبقى بتساوي 10-1 أو ممكن نسميها R10 RY على Rx يبقى أنا كده ممكن نربط الكارتيزيان كوردنيتس بالبولر كوردنيتس